موسيقى مرحبا الام تيفي بتطلق بالتعاون مع التافقام برنامج جديد اسمه تيلي شوفينج رحي طلطي لشوفينج كل يوم عليكن بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوا وين مكان وبالأسواء اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطربة كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية مع إمكانية الراد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستيلان من خلال الليبنبوس وبـ 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على الـ 81-218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبو أو مفروشاتو أو حتى سجداتو نضاف ومرتبين هلأ مع الـ 18 إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهنيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى البعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع الـ 18 إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشه لأنه بيجي معهم رشة هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس متل ما اسمع بيدل ديتاش الـ 18 بتشيل البقعة وبيصرعة كتير كبيرة ديتاش إكسبرس فينا نستعملو للموكات للتيب للشراشيف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بدكم بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشوا هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الإشاة يلي بتبقوا عادة ما بتروح بسهولة هالأسد البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدنا تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفو على الشاشة وبنترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفو النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعملو للقماشي رقيق متل الحرير أو القماشي اللي كتير دليكا إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان متل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف ديتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبداً حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع تصلوا هلق فينا على 81-218 ألف اشتروا ديتاش إكسبرس بس بخمسين دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغرة وبـ 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بان بوست اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديوية جديد من تيلي شو بينج بالتعاون مع التأفقى كل هالبروديوية عم نجيب ونحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وتربى كل الأسواق بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بدوا اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتها نطلع من عند الكوافير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بسالونات الكوافير كل يوم في غدا أو عشها في لبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتير عنا والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب اليوم ومع فرشاية إنستايلر لنالك الحل شو ما كانت نوعية شعرك؟ ليس فريزيم نوبر وقد ما كان طوله قصير طويل متل شعري نص نص إنستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي واتس رح توفري ما صاري والنتيجة زيتها متل عند الكوافير هلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوافيرية لأنه الشغل رح يخف بس هيد الحية كل صبية أو سيّدة صارت هي الكوافيرز معنا في السيديو ثلاث صبايا قد بلشوا يملسوا شعراتهم بيها الإنستايلر رح تواجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار ماضي لن هاي صبايا ما أهضمكم قاعدين تمليس كيف تحبوا الليسة؟ ستيسي كيف تحب شعرك يكون الليسة؟ انت شعرك شكله وبينوبر مضبوط كثير بعزبني شعري قد ما بيضال من نوبر سوء إنستايلر هي الحال ومضبوط مش غلط أبدا مودي الفرشاية عادة ليك باتي شو سريعة وشو لعرا خبريني انت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية هل قدل تعجي؟ لا لا هو فيه تعجي يعني سو بديك إنستايلر أكيد إنو منتعرض كتير للغسيل بجمعة 3-4 أيام فأنو مش براتيك نروح نتكفر باتي انت شعرك أطول شعر بس إنو مقلعة هلا أنا حبيت أكتر شي لأنو براتيك يعني أنا رح تركهم تكملوا شعراتكم لأنو بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشاية براتيك إنستايلر وسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنت متل ما سمعته من باتي تاخديها معيك إذا كانت بالبيت بتجم رحتي على البحر سافرتي يعني عن جد لنا كتير سهلة صار معيك سالون متنقل إنستايلر ما بتحرق أبدا الشعر ولا بتأصفه يعني بتحافز على نوعيته متل ما كلنا منحب لأنو حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا أبدا يمكن تلاقوا على نسق إنستايلر بالسوق مثل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش متلى أبدا الرقم قدامكم على الشاشة واحدة وتمانين ميتين وتمانتعشر ألف خدوا موبايلكن هلا وتصلوا فينا لتحصلوا على إنستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبيحيالة منطعم تحضرونا بثمانة واربعين ساعة بس تصلكون إنستايلر عن الصلبات من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبن بوست راح عرفكن اليوم عالكراب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكراب صبعا الترويئة عالغدا عالعشا ديسير سناك يامي أطيبشي الكراب هلا ناس بتحب كراب صلي وناس بتحب كراب سكري وفي ناس مثلي بيحبوا اثنين كراب بارفات متل ما اسمها بيدل تطلع معك الكراب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بتكون كمان ما في لزوم تكون شاف أو ست بيت شاطرة صار فيك أنت مسير تعمل الكراب للولاد أو الولاد هن يعملوا كراب لأهلهم هالمقلة ما بعرف إذا فيه سميها مقلة بس هي أكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة أوريجينال سموها متل ما بدكن شكلها جديد مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها قد ما قالكن عنا غير ما استعملها قدامكن راح نجرب أصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها بيضوي منحط عجينة الكراب ننطر شي خمس سوانة أوكي ومنقلبها منذون ما نحط ولا زيت هيكوا شو حلوة منذون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدي بيدروا للصحة وقدي بالمقلة منقعد ساعة منعملها لتطلع مرتبة بها الطريقة طلعت عن جد حلوة بسوان بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق على كراب إذا فيك بس إذا انصحتوا ما تحطوا الحق علي أهين شي تقدر تعمل صرت كراب ببيتك ما تصرو في كهرباء لأنه وفيرة الكواليتي تبعه طوب ولتصير عندكن بمطبخكن تتصلوا هلا على الرقم اللي عم يقطع على شاشة 818 ألف وطلبو هالكريب برفات بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتوا بلبنان عم تحضرونا وبثمانة وأربعين ساعة بس من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست تحصلوا على الكريب برفات و ألف صحتين هلا خليني جرب قلبها أنا و هون إذا بعد عندي وقت هلا هول الكريبات بصراحة عملناهن قبل ما نطلع على الهوى ما رح زعبر أكلنا منهن بس إنه طالع بالي إنه خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيدي العجينة قدامكن إن دو ليكوا بأي سهولة قدرنا نقلبها هلا بهالطريق أول ما نقلبها فيكن تحطوا هي وصخنة لأنه هون كأنه مثل المقلب بتحطوا الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطوا الشوكولات والبنان بتصوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين تقلبوها على الصحن أوكي إن دو وليكوا بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة وراءة تانية ما نحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة إن دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي كل يوم بروديوية جديدة نقينها خصيصا لضرد كل أزواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوبينج أكيد بالتعاون مع تافأة إلى اللقاء موسيقى موسيقى